حديث في البزنس قطاع هذا نشاط اقتصادي عنده جانب خلنا نقوله بيئي فيه جانب صناعي فيه جانب تجاري نشاط اقتصادي فيه علاقة بالتوريد من الخارج نشاط اقتصادي يقدم منتوج اللي ماناش بلد منتج كبير فيه وماناش بلد منافس على مسؤول الانتاج على مسؤول دولي ولا حتى على مسؤول اقليمي فيه المنتوج هذي نحكيه على قطاع محولي ومصنعي المتات القطاع هذير وهالنشاط الاقتصادي هذير اللي عليه برشا كلم في وقت ملوقات كما قلت ثم سكتت لكلام الكل لكن القطاع قعد ويقف ونشاط قعد ويقف نكتشفه اكثر تفاصيل مع ذيفنا رئيس المجمع الميهني لمصنعي ومحولي المتات بكونكت يمير بن حرب سباح النور شكرا على استضافات مرحبا بيك من حالما وصحلي شكرا على انا بيش نسألك سؤال ينسألو لكلو خيندي يحضر معايا لهنين شنه إحوال القطاع متاعكم والله إحوال القطاع متاعنا مريض أن ما بيحاول له بث مريض ويتمثل للشيفاء والله يشوف مريض وقريباً يتمثل للشيفاء إن شاء الله يعني فاهمنا شنية كيفش مريض القطاع شنية الوضعية وكيفش بش يتمثل للشيفاء والله يشوف اه احنا القطاع متعنا اه يمثل مؤسسات مصادرة كلين خادة على رقبها ديوانية. اه هم. اش نعمل اه نحولو المطات اللي هو تحويل وتصنيع المطات. يتمثل في انه المادة الاساسية متعنا. اه. للعمل ولا الشغل المؤسساتنا. اه. اطارات مستعملة. العجلات اللي متع الكراهب والكمين ليتارات المطاطين المستعملة بجميع انواح. بالضبط. واضح. اه. اكثر اطارات السيارات. اه. لانه التكنولوجيا متع التحويل وتصليح. اه. اطارات متع الشاحنات والايطارات. شوية. مه. ولكن قريبا ان شاء الله نجموا نوفرها. مه. نجموا نكونوا عنا. انه يعني ينثمنوا الاطارات الكل. واضح. اه قطاع بديه من الفين وستة. النشاط في القطاع هذية في الفين وستة. اول مؤسسة بديت ودخلت في النشاط من سنة الفين وستة. وتبقاها مؤسس مؤسسات عديدة وصلوا حتى عددهم اثين واربعين. مه. ثم بديت تضمى حل بشوي بشوي نظرا لصعوبات كبيرة. مه. معظم صعوباتها صعوبات مع ديوانات تونسية للأسف الشديد. به. احنا آآ قعدنا يعني في الفين وتسعتاش مؤسسات ما نكون في حدود ثمنتاشا مؤسسة. نشتغلوا عادي آآ يصير عملية توريد اطارات مستعملة. يتمتف منها ثم اعادة تصديرها تحت الرقابة الديوانية. اه. به. يلا حد الان امور لباس. مش لباس ياسر لانه حتى في الوقت ذاكا. كان فما منع بش انه احنا نتمتعو بحقنا في انه نجموا نبيعوا آآ ثلاثين بالمية اللي هو يعني يعني مسموح به للمؤسسات المصدرة كلية. اه. بس قلتون سيئة. بي يعني بي مواصفات معينة. اه. ولكن مي سيلش قلنا حتى هاداكا ما معنا ما معنا نجمش نتمتعو بيه. مي سيلش يعني خدمنا على رواحنا. اه. وبكل يعني اه تحت تحت القانون. لانه في بداية في ما بين جويلية وتلفين وتسعتاش. بداية ادارة الاستعلامات الديوانية شنت حملة على المؤسسات هذي الكل بدون استفناء. كلهم حملة كاملة على المؤسسات هذي في اه حسابات وكذا ويحسبوا قداش وردت وقداش صدرت وقداش عملت وقداش كذا ومخالفات وحسيلوا طريقة يعني طريقة الخدمة اللي كانوا يخدموا فيها يعني مواضح انه ما هيش كانت خدمة معنا تطبيق قانون ولا كذا كان وراءها حاجة وراءها فما ناس تخدم في مصلحة شخص معين جهة معينة وقتا ما كونيش نعرفه شكون. اه. في الوقت اذاكا وقت بعد مدة قصيرة صارت الحادثة متاع اه عمدون حافلة عمدون شاء رب يرحمهم. اه فما شكون بدينا نفهموا الموضوع من اه واحد ديسمبر وقت اللي صارت الحادثة والاثنين ديسمبر في الصباح. اه. اه. السيد المدير متاع الجامعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات اه. قال كلام في اذاعة مزايك الصباح وتبدل في العشاية. في الصباح قال حوادث الطرقات كذات راش نوه اه معناه الكايسات اه معناه المولي احنا ضال عين في في الحادث. واتهم وزارة الداخلية وقال وزارة الداخلية بدت العجالي. اي 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 ها. انتو ما كيفشت العين في الحادثة. ما انا رش مني نجاب الموضوع. اه بي. خليني نفهم عاك شوي شوي. اه. انتو ما العزلات المططية هذيها اه جي من الخارج. اه. يتم تثمينها ويعادة تحويلها في في تونس. هكا هو تحت رقبة ديونية. وتعود تخرج. بالضبط. مع انت ما ما هيش موجودة في سوق تونسي. ما هيش موجودة في سوق تونسي. اه اي شو مدخلكم تونسي. معانا اتنقل لكم. هيا هو شوف هذيك كلها اتهامات. الكلها كانت تدور حول ايقاف نشاطنا. يعني ايهام الرأي العام. المتاجرة بدام التوانسة. خدمة للحكاية هذية. بايش في الاخر يتهمونا احنا اللي احنا قاعدين نضخوا في كميات ماهولة في سوق تونسي. اه. واللي احنا قاعدين نقتلوا في التوانسة بالطريقة هذي. وقت اللي انتي كتجوف تشوف احنا الواردات اللي نوردوا فيها ونصدروا فيها. اه. نتيج حتى ثلين بالمئة من الاستهلاك التونسي. ما تخلطش. وقت اللي تشوف اللي هو ايهام الرأي العام. وقت اللي يقولوا سبعة وستين بالمئة. ولا ترقى اديش من حوادث الثرقات متهمة فيها اطارات المطاطية. اه. خالط. مش صحيح. وللأسف برشا اذا ععتوا برشا تلافز. نشوف الحكاية هذيك بدون تدقيق. مباعد في سعفة مشكون فاق يعني موذيعين ولا كذا. وقت اللي جابوه سي سي العفيف قالول هو الموضوع هذيك. عليش تحكيوا بالطريقة هذي. قال لي احنا نحكيه على النسبة اللسبة الحوادث من الجملة كاملة. معنا جملة الحوادث. اه. هو كذا وترش. معناها شنو شنوه يقصد. سبعة وستين والمئة شنوه. حاق الطريق يتسبب فيه عجلة انتفلقت. اه. فما النسبة مثلا نقوله صارة مئة حادث. اه. سبعة وستين في كل حوادث وكم التوفي ونرحمه. اه. لكن السبب السبب هو انفلاق العجلات في الحوادث الكل. اه. ما جيش حتى واحد بالمئة. واحد في المئة. واحد بالمئة. في نسبة حوادث اللي ما بكونوا عشر لايف خمستاش نالف. اه. تلقى اربعة وخمسين حادث في ما تسبب فيه انفلاق عجلات. ونزيد نشوف ما انفلاق العجلات يعني مستحيلة تكون يعني سعيب ياسر تكون فيه اللي تعمت على البنو على خاطر البنو كي يصنعوه ما كي تصنعه. تكون فيه مواصفات انه مهما يكون مهما يكون ما يتفلقش الا. بيت انه اللي اه يستعمل فيه يكون ما يعرش. يخليه ياسر غير اللي يقدام. ولا يمشي بيه مفشوش ولا يمشي فيه منفخ ياسر ولا يركز في حكاية. ما تكونش يعني لكال يتم على الاستعمال هي 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 تسبب في المشكل. هي هي السبب في الحادث. مش الجودة متعالة. بيه زبب. لانو اندي تعرف البنو اللي تركبوا بش جي تركبوا. انتي العجلي بش ركبو لك اللي عندك ثقة فيه. مهما. ولا انتي كي بش تخد بش تشوك رهبات. فقد عجليك تشوف حكاية اذا كانك عجليك مفشوشة برشا يزمك تنفخها اذا كان مفخة يزمك تشفها شوي. اذا كان ما عادش صالح الاستعمال بدلها. انا بش نسالك. والله احلتني لنقطة. احنا. اه. نتيج متاع الابحاث في حديثت عندون. اي. اي. اشني اللي يثبت العجلات. العجلات. الايطارات هذوم اللي تم اه اللي كانوا مستعملين في الحافلة اللي اه فيها الشباب اللي توفعوا ولا يرحموا. اي. اه. ما نعرش. الكل هم اطارات المصنعة تونسي الا واحدة اطار مصنع صيني موردة بطريقة قانونية. اه. ولكن رغم هذي كان. ورغم محاولاتنا في في النامج حقاق الاربع اللي اتبعثت ابعت مساجات. وكلمت موعد وكذا. بشنا انو يعطينا حقارات في الموضوع ما اخذيناش حقارات. والى حد الان الناس شعب التونسي الكل. اه. يسخيل انو حادثت عمدون متسب فيها اطارات مهربة. وقت اللي هو مش صحيح. هو اطارات تونس. اطارات مصنعة تونسي. اطارات مصنعة تونسي اللي هو مصنع وحيد في تونس. صحيح. واضب. واضب. اه اه اطار وحيد مورد من الخارج مورد بتاريخ قانونية ومرواضح. اي. اي. يعني لو كان يعني نثبت انو سبب الحادث اطارات. اه. فالاطارات متاع المصنعة التونسي. واذا كان الناس اللي تقول راهو حادثت عمدون فيها اطارات. اه. يعني في الاصل يمشي ويراجعوا. الجودة متاع عجلات لقيت المصنعة التونسي. واضح واضح بديت نفهم فيك. هكا شوية شوية. واضح. هذي النتائج متاع اه الابحث. اللي اه اللي خرج الدونك واضح الفكرة اليوم. وانو اه من الفترة هذيك متاع الحادثة هذيك. صارك. لأ مازال. اه. بيست قاعدة تخدم انا بقفوري المؤسسة متاعي للظروف قامضة. الى حد لانزم نعرفهاش. عم نولي محظر وحسابات وكذا. وسكر للمؤسسة وسكر للكود. بلك شك اللي تار هذيك انتي انتي موارده. وكاللي تار اللي جاي مصنعة. والله ايش في نقولك. عابش نقولك. انا عابش نقولك بالضبج طريقة انا اللي نحكيه عالمؤسسة متاعي في سفر شخصية. المؤسسة متاعي حسيلوا الوايلات عانينا فيها. بدلنا ثلاثة مرات وعم كذا وضو وما وكذا وترخيص. وطلبوني في وزارة في ترخيص من وزارة البيئة وقالي انا ما يستحقوش. وجبت هولم ترخيص متاع وزارة البيئة. وحسيلوا لأوراق الكل. اه. في الاخر والمصنعة متاعي مسكر دوبل كليه في معناها الادارة الادارة الديوانة. اه. المصنعة متاعي المكان التخزين العجلات فيه دوبل كليه وفيه بلون. اه. مسكر عليه الديوانة. لتراز سبتمبر ديميل ديميل ديزنوف. ايه حضرت يعني المعادات الكل بش نجي نخدم. جات ادارة السعلمات الديوانية. اه. حسب ولقى وفما نقص في اه في العدد للإطارات. وقالي انا ما عنديش حتى علاقة به لانه يعني كما تقول انتي الباب هذا يمسكر. اه. كاد نا بحطوت في كذا. انا اللي في وسطه شنو ادخلي بيه. ما عندي بيه حتى دخل. ولكن رغم هذاك ورغم كذا صححت على المحضر وقلت لهم ميسيلة شو كذا وطرا شني وعملت مع عملت معهم كل اللي يزم يتعمل. وحسبنا وحصحنا وشني قادول يتصح المحضر راح كثيرا بش ديك عشر الاف كذا وطرا تخدم على روحك. وانا مزرو بوقتها. عندي انا امريكا اختي انا قريت في امريكا وعندي شكون جاب اختصاص في الإطارات. اه. بش نخدموا معاها. وفرنسا ويلتوا هوا بها وهنا في تونس بحذية. يستنى بش يتحلل مصنع. باي. ونستنى بش نخدم وانا رويحنا. في قلت بره ميسيلة عادي بك ذاتو القضاء مع بعض يحكم. ما احنا عنا تونس دولة تحترم روحك او لا. دولة مؤسسات وقانون. وعنا قضاء يحكم. في القانون الديواني شنو يصير. انه اذا كان تحرر محضر ضد مؤسسة. عديها للقضاء. في الاثناء كان صار بناتكم صلح وفايل موضوع. ما صارس بناتكم صلح. اه. القضاء يحكم بناتنا ولي بشيحكم بيه القضاء رذين بيه. يتطبق القانون. ما 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 ديش تتعصف انتي وتسكر المؤسسة وتسكر الكود وتحط لها من 14 سبتمبر 2019 الى يومنا هذا. اه. والمعمل المسكر. في الاثناء. اه. في الاثناء. اه. خطرانا قلت وسبحان الله يعني العاجل كم وين يمشي. خطر انا متأكد خطر نجي ونحطوهم ونسكروهم ما بقينا همش. في الاثناء اه اخي زيز. ان نكتشفوا انه فما اسرق اتارات متأطية من داخل الميناء ارادس. اه. ريت ميناء ارادس. دخل الميناء ارادس الداخل. ااه. وخلع من الحاويات من الحاويات والمجرورات اللي احنا جبناهم وشدهم من الدولنا. اه. خلعهم وخرج منهم اه اتارات متأطية. وخرجهم وباحهم في السوق التونسي. اي. را باي الفاهمك في ميناء ارادس انا انا سوالي هو في ميناء ارادس وقتلي تبدأ الكونتونير متاعك في موجودة في ميناء ارادس اي بتاع العزلات المطاطية اللي ورتهم من الخارج اي تحت مسؤوليت شكون في ميناء ارادس ولا ضاع ولا كلها تحت مسؤولية الديوانة. هكا ولا. ايه. ايه. بعد البضاعة كوصلتك وخرجت ما الديوانة خرجتلك ناقص. خرجتلي انا. اه. اه. خاطرهم كيفش يجيوا. يجيوا البضاعة. اه. مش نربحوا في في الترانسبور لكودي الترانسبور خاطر غالي. اه. اجي البضاعة ثلاثة واربعة جلات في في وسط بعضهم. اه. باي. وقت اللي يجيوا في وسط بعضهم. اه. انا وقت اللي نعملوا ديشترجمون بش نحطوه في المخزن. اه. لان الديواني يكون على علم انه ممكن في الاربعة ذوكو فمزوس نحاو. اه. كما نقولو اه. بو تم باكو. تهزب الباكو فيه ثلاثة. صحيح. بتحسبو كلها كايا عروس بو عشرة ولا اثناش. اه. ونحطو الدكلاراسيو ونعمروها والديوان يصحح فيها. اه. بتحبط يعني يعني الاطارات بما يعني بتلاثة ديوانية سيروكلاس. وتتراقب يعني الروموركة واللي هو من طرف اليدارة العامة للديوانة وتجيب جي بي ريس وتمشي بجي بي ريس يعني لامور كل مراقبة. لفايل وحيدة اللي احنا ما كناش متوقعينها. انه كان فمت امكانيت انه قبل ما نخرجها انا العجلة نجيبها للمصنع متاعي. اه. تتم سريقتها في الميناء. وتم اثبت هذيوان وتم سرقتها. فما شكون مشدود في الحبس توه السيدة اللي كذي شدوه باللوية اشياء كان يدار بعد ميناء ارادس. بايه وانت علش علش كيف شدينا العملية كيفاش صارت. عرفنا هم وينمشي وتسرقوا. مانيش انا اللي سرقتهم عنت. مانيش انا. اي. بلغنا. اي. بلغنا الديوانة. قلنا انهم هاو هاو لقينا يعني شكون. وهاو لقينا كذا. اه. ويفتحوا بحث. انا متأكل مستحش البحث اليوم من هذا. ونقول لك حاجة اخرى لو كانت هزت عجلة من الميناء. اه. تتهز اي حاجة اخرى. يعني خطر كبير للدولة التونسية في حتى في سلامتها. اذا كان فهما شكون نجم نجز في ميناء وخرج عجالي. عقراء العجلة. توزن ستين كيلو بقو ولا كذا. فهي نجم يخرج سبعين الف حاجة اخرى. ونجم يكون وممكن هالي الناس تجري حاجة كيفاش تدخل وكيفاش تخرج. نجم تكون يبعث لك رومورك على واحد في كذا. ويخرج منها كل مرة ويخرج منها كذا. واحنا ما في بالناش. هالخات روب المستحيلات الكل. بش انه تقول لي انتي مصنع فيه ديوان يراقب. وفيه مورقة وفيه بيرو يراقب. وفيه يعني الاسلاك الامن الكل. اه. بش يجي نهار من ينجم ويخرجوا هال هال ثلاثمائة الف عجلة وربعمائة الف عجلة. بالطريقة اللي يحكيوا عليه هيا. تقول لي تنجم تكون تجاوزات. والله ينقول لك نجم تكون تجاوزات. ممكن عشرة عشرين تلاثين. الله اعلم قداش. ولكن حتى التزاوجات هذيك. ما تسكرش المؤسسة. يعني احنا شنو بينه بينك. انا مانيش حراق. جيت معا بي سيزيو بلايش واحدة متاحة بلايش نميرو تشاسي. وشديتني في الله اعلم في كياس بضعم وردة يعني مهربة. هكا ولا. اه. انا مصنع. وجاب بضعه بالفاتورة. وفيه القيمة متاحة. اه. وحطتها في المصنع. ونخدم فيها. كما مثلا معامل التكستيل والمعامل كذا. ومهما معامل اجي يلقى نقص في اي كذا. اخوي قديش انتي مثلا انتي كنت قديش مثلا اذا كانت دخلها قديش تخلص عليها ديوانة. اه. خمسالاف عشرالاف عشرين دينار. تفضل ها ومحظل. برا خلص سلوحدة متاعك. اه. والسلام عليكم. تحب انا تخلت معك في الصلح. ندخل معك في الصلح. ما تخلش معك في الصلح. خلي القضاء يحكم. علش تعمل جوجو بارتي. علش توقف نشاط. وتوقف مؤسسة عن العمل. وتوقف هذا الكل. اه. ومبعد تمشي تعمل طلبات للمحكمة. وتوقع تستنى ستة وسبعة سنين حتى لانت تحكم لك المحكمة. بايا سيدي انا تو متأكد تحكم لي المحكمة اللي قال لي صالحي انا. اه. سنوات الضياعة ذوما الكل شكون يعاوضهم لي. بش نمشي نطالب الديوانة انا نقول لها رو انا المصنع متاعي كان يدخل لي ثمين مليون اورو في العام. احسب على خمسة سنين تجي عشر مليون اورو. معنا الدولة بش تعطيني ثلاثين مليار. يعني هل انا بش نتجرع بش نمشي لدولة في الوضع اللي هاذا هي فيه. بش نمشي نطالب ايا سيدي ايا دا ايا دا ايا دي وانا اعطيني. انا ما نعملهاش. ولكن اه. فما ناس يزم يدفق على روحها انه هاذ البلاد هاذي راهو يلزمك تخدمها اذا كان يتحتيش في مسئولية. اه. راهو ريت حتى حتى انتي تعرف اللي فما اه مجاوزة قانون ولا فما فساد. مش تجي تعمل انصر اخاك ظلما او مظلوما وتعرف اني زميلك غالط. ومورط وثمانتاشن شركة وسبعمية خدام وحالحليلة. وتجي تخبي عليه وتسكت عليه وتعرف اللي هو مخالف قانون. يعني اليوم ثمانتاشن شركة اللي تخدم في القطاع هذي موقفة تماما على العمل. نشاط واقف. من قوت الفين وعشرين. اه. النشاط للتوريد والتصدير واقف. وناس خسرت مع عملها. وناس خسرت وفما ناس حرقت. فما ناس في الحبس على شيكات. فما حالات اجتماعية سيئة جدا. انا انا الانترافية. اه. لو كان الحمد لله ما جيش عندي الحمد لله عائلتي وراية. وكذا فما يعني الحمد لله لباس. اه. هني بدي راني طوى ما له علم راني مهبول في الرازية ولا لون كذا. تعرف جيتني اخويا العزيز فترة كل يوم نخرج الصباح عندي كارتابة نتوجه الادارة من ادارات تونسية. الساعة نهار كامل. مريا في وزارة البيئة. ولا جزارتي زارة. ولا الديوانة. ولا مكان. تخضعوا لي اي سلطة الاشراف سيمية? قطعة متاعكم انتم تخضعوا لسلطة الاشراف متاعكم وزارة البيئة? وزارة المالية عن طريقة الديوانة? وزارة التجارة? خليني نفهم. انتم تخدموا برخصة ولا آآ بكرة شروط? احنا نخدموا بآآ اغريمان من لا بي ساعة. نمشيوا لا بي. اه. نقولوا رو احنا بش نعملوا استثمار في المجالة ذاية. اه. لا بي تعتيك اغريمان بتاع. اه. اه. اشنوه المعادة اللي بش تعملها? اشنوه بش توارد? اشنوه بش تخدم قدرش بش كذا? ويحط لك. اه. اه. واضح. واضح. باه. كيتحط لي. عجلات مستعملة كمدة اولية. صحي. واضح. كيتحط لي انا العجلات مستعملة كمدة اولية. اه. ونمشي بها انا للديوانة. اه. تفاضل. تقول لي ديوانة تفاضل. تمشي لمحل متاعك. يزم يكون في مواصفات بشبابك تحديد كذا ترشنوه ترشنوه. اه. مواصفة سلامة. وانو يخضع لرقابة ديوانية تمام مواصفات سلامة ومواصفات امنية معينة لازم هتكون متوفرة في المحل. واضح. تاخل اجريمان متاع الديوانة. والديوانة تعيد لك ديوانية للمراقبة. اه. هكا ولا? هنه. يكون عنده مكتب اه داخل المراقبة. اه. هنه الاجراءات وفات. اه. هنه انتي توقع لاربي تمشي تجيب معداتك وتجيب المدى الاولية متاعك وتخدم على روحك. اه. تحت الرقابة ديوانية. اه. بما انو الديوانة مؤسسة نفاذ قانون. اه. ما تنجمش هي تصنع القانون. يعني مثلا. هي سلطة تنفيذك. صحي. تنفذ. هكا او لا. معناها تجي انا دي وانا. ونقولولي هاو القوانين هاو كذير نفذ القوانين. اه ذي وبرك الله فيك. اه. ما ديش انتي تجي تبدل القانون. في القانون تبدلوا سلطة تشريعية. صحي. ولكن انا عطيني قانون يمنعني من العمل تو. الا قرارة ديوانة. فهميش? اصلا السلطة التشريعية اللي انتي اللي تحكي عليك. وسوى مجلس نواب وقلا وزارات وقلا كذا. اه. انتي ديوانة في مرت اه اه جبنا لها ما يفيد مشروعية القانون مشروعية العمل. اه. من وزارة البيئة ووزارة التجارة. وبعدين. انكم ما تخضعوش لوزارة البيئة. ما نخضعوش ولكن وزارة البيئة قلتنى عدتنى مكتوب يقول انه انتم ما تخضعوش. اكثر شي من هك. يعني كي وزارة البيئة تقول لك راو التوريد الايطارات متين مستعملة بالنسبة من مؤسسات المصادرة كلين. اه. لا يخضع الى ترخيص مسبق من طرف وزارة البيئة. وفيها الرمزة الرمزة متاع بيسان اه بيسان حاصلو اه اه تريز كارونت متاع. اه كوردو اللي هي تحكم فينا الكل. اه. كي انا ناخذ ورقة من عند هذيك. اه. وصحفة رئيس المدير العام البيئة وجودة الحياة. اه. بموافقة سيدة مديرة الديوان وزارة وزارة البيئة مشكورة. ومعها سيدة الوزيرة. اه. بزيش نحكيه في موضوع اخر يخص وزارة البيئة في المشاهدة. في وزارة البيئة قالتنو لكتيفيتين تاعكم لتاخذها على صوت الشرف انتاعي ومعندي معاكم براوخت موال اروح. صحيح. نزيد بونيوس اخر. نفس المشينا. مشيت صبيت اه مراسلة الوزارة التجارة. اه. وجاوبتني وزارة التجارة مشكورة. ووثيقة كاملة قالت فيها اراه بالنسبة للمؤسسات المصادرة كليا. اه. لا تخضع لي رقابة وزارة التجارة. احنا لشكون نخضعه. رقابة شكون. اه. نخضعه لزوس. وزارة الداخلية خطر بما انها امن وكذا يدخل ويخرج كذا. بموفقة الديوانية. يعني تصور انت امني. ننزمش يدخل للمصنع الا بموفقة الديواني. هذا اللي قالو لي ديوانية. اه. والديوانة تونسي. فقط. تخضعه خاني نقوله. سلطة الاشرفان تاكم. اوزارة المالية عن طريق الديوانة. بالضبط. ووزارة الداخلية عن طريق الامن بموافقة الديوانة. بالضابط. موافقة الديوان. يعني احنا. تخضعه لي سلطة الديوانة. سحية. يعني بقانون الاستثمار. اه. كيان احنا المصنع في فرنسا ولا في بيطاليا ولا في منار شوية. ما نيش في تونس. نجيبه سلعة نخدموها نصدروها. القانون امتهنا اللي يحكم فينا. مجلة الاستثمار. اللي هو عنا اللي يقول يقول عنا عنا الحق مش نورده. اي بضعة نحبه عليها. اه اذا كان نكتبه نطلبها ونطلب ونحبه نورد البضعة هذي وهذي وهذي. ناخذ الموافقة نورده على رواحنا. اه. تقعد. شنية خدمة الديوانة شنية? المراقبة. المراقبة كيفاش. اه. يجي مثلا يحسب بصلا بعت شريط كذا. عملت نقص مش نقص. عمل لك محضر واخدم على روحك. ما نجمشي وقفك. راهوا مثلا تصور انت مثلا انسان يخدم في مؤسسة. عمل جريمة لقد الله. انا مش نسلك والله سمحني. نجم وقف مؤسسة خالفت. زوز مؤسسة خالفه. اما هما ثمتاشين مؤسسة ينشتوا. نوقفهم الكل على النشاط. انا سؤالي عليش الكل هم خالفين ثمتاشين مؤسسة. لا لا مش كل مبارشة معنوش محاض. الكود لكل واقف. يعني اندي. انا سؤالي عليش. نحب نفهم عليش. اه. نحب نفهم من عندك. انت ش عندك اجابة واش قالولي. عليش هال قطع كامل وقف. ثمتاشين مؤسسة وقفين قطع كامل وقفين. عنا في تونس ثمتاشين مؤسسة ينشتوا في القطع. هذي تحويل وتصنيع المطات. اه. اه. ثمتاش وقفين. نحب نفهم من عندك عليش. اسمونتاش وقفين ومتنازم تكون واحدة خالفة اثنين عسرة خالفة لا لا راو شوف راو كلام السيدة المديرة السابقة المكتب المؤسسة المصدر اللي خلالت القرار واللي بعثته الموانئ في تونسية والمكاتب الحدودية والجهاوية قالت راهو سبب الايقاف طبقنا لوائح اوروبية جيتنا عن طريق مراسلة سيادية من وزارة البيئة واللواح الاوروبية اللي ما عندها حتى سيادة على تونس ما عندها حتى حتى ايفي قالت راهو توريد الايطارات المنططية بالنسبة من اوروبا التونس ممنوع واحنا في الجدول آ والجدول بي وتر اشنية وكذا باي سمحني انتي كادارة الديوانة اه ها هذي نشاط ملتين وستة اه ها ما فقتش بيها اللواحة هذي شكون كفا ما شكون كلمت قال لك يا فلان ايجا راهوها طبق اللواح هذي العملية كيفية صارت باعاز من الديوانة حسب اقوال الجهات الاخرى اه ها الديوانة التونسية متمثلة في مكتب المؤسسات المصدرة وقتها اللي هو نراموك يتقل لمجلة ديوانية مجعول بشي عاون المؤسسات بشي يقف مع المؤسسات بشي يلقى حلول المؤسسات المكتب هذا في عهد السيدة هذيك كان يخدم بشي وقف مؤسسات يعني مكثر مكثر الخدمة وممكن تشوف الازوبيراتور اخرين دي يقول لك من يل يشوفي لوجلك اي حكاية اي موضوع اي قانون بشي ما تخدمش به ايش عاملو مشي وتلمو ادارة اه ادارة الديوانة اه ولا بي اه وزارة الصناعة متمثلة في ادارة الصناعات المعملية اه ومعهم اه لانجيت اه ممثل عن لانجيت اه اللي هو اه بنعرش حاسيله نفس نفس السيد اللي اه اللي خدم مع السيدة هذي لمدير المؤسسات المصدرة على موضوع نفايات سوسا واللي توقف على بموجب نفايات سوسا بنعرش تتاهم يكون سايب ولا عملوا خدموا 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 عملوا بيني تبعادهم اه اشن هو يقول بي في بيش حاولونا احنا من مؤسسات المصدرة كلين اه الى مؤسسات النظام عام دراكم اعلاش كيفاش ويقولوا اه انه السيد اللي يجلس معانا اه اجلس معاهم اه نفسه هو كممثل علينا احنا اه هو السيد اللي هو اللي تابع مؤسسات مؤسسات الوطنية تصنيع العجلات اي 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 بيش نقاطعك شوية لانو بيش نبشيه الموجزة لخبار حان معادل اخبار بش نجهلك بعد الاخبار لانو حاقية اه غريبة اللي قتول WAV في الاخر غريب برشة مش غريب شوية غريب برشة برشة للاسف للأسف هذا اللي نقول ويش نرجع و نواصله معاك لانو حاقية قطاعك كامل ويقف على النشاط اليوم من الفين متسعتاش اليوم اي قدش من عام هالمؤسسات هدية سبعمائة عامل في هالمواساتها. غيات مداشة مؤسسة. لكلها ويقفى على النشاط. قطاع كامل متوقف. ان شاء الله هيرجع انت قلت ان شاء الله لا بس. ان شاء الله لا بس. تنسوي تموز الاخبار مع زميلة ميل الهيني. ورجعين مواصلة المعودة معكم في حديث في البزنس.